وخلينا نتابع ونشوف أكتر ونحس أكتر نبض العالمين الجديدة بنبض الفرحة والسعادة والبهجة من العالمين ونشوف آخر الفعاليات وآخر المستجدات من خلال زملنا نور إبراهيم مراسل سي بي سي من هناك زكا نور مساء الخير على حضرتك أستاذ إيمان ومساء الخير على كل متابعين الكرام من جديد معاكم من مدينة العالمين الجديدة لمتابعة فعاليات مهرجان العالمين في نسخته التانية المهرجان اللي انطلق معنا يوم 11 يوليو مستمري معنا حتى ختام شهر أغسطس إن شاء الله خلينا أقول لحضرتك وحضراتك جميعا أن أبرز ما جاء في الويك اند السادس من فعاليات مهرجان العالمين هو مهرجان نبتة واللي لقى استحسان كبير جدا من الأطفال اللي فعلا تفعلت مع المهرجان المهرجان طبعا بيروسه الفنان أحمد أمين والمهرجان بيدف لدعم وتشجيع الإبداع عند الأطفال بالإضافة لإكتشاف مواهبهم زي الكتابة والغناء والسيناريو والدراما والأفلام وغيرها كمان المهرجان بيتواجد فيه ورش فنية خاصة للتلوين والحكي والرسوم المتحركة وغيرها لدعم ومساعدة الأطفال في تفكير وفي الثقافة والوعي أيضا لهم كمان بيتواجد بالأمس كان فيه فعالية خاصة داخل مهرجان نبتة وهي عالم ستوب موشن عالم ستوب موشن بيساعد الأطفال على إبداعهم وكتابة قصص وشخصيات فريدة من نوعها كمان معانا فعالية داخل مهرجان نبتة النهاردة وهي يوم الرائد الصغير يوم الرائد الصغير بتعتمد على التعبير وابتقار الأطفال والمشروعات المميزة لديهم يعني أهم ما فيه مهرجان نبتة هو الوعي للأطفال وتوسع الأفق لديهم كمان معانا مطور ويك ومطور ويك ده سباق خاص بكل ما يخص المواتير أو ما يعمل بيه المواتير زي السيارات أو الموتسيكلات أو المراكب وهيتم على هامش السباق هيكون فيه معرض خاص بالسيارات ومعرض خاص بالموتسيكلات وكمان هيكون فيه معرض خاص للمراكب كمان مستمرة معانا الحفلات الغنائية على مدار كل ويك اند ببدأت زي ما بدأت بيه الكنج محمد منير ومجدى الرومي وقاظم الساهر وعمر دياب وكمان رامي جمال كمان كان فيه طبعا بالأمس كان فيه الجمعة الماضية حفل فرقة مصار إجباري وحمزة نامرة والفنانة الجزائرية سعاد ماسي كمان هيقبل علينا الجمعة القادم إن شاء الله الحفل اللي كل الشباب هنا بينتظروا هو حفل فرقة كايروكي لأمير عيد وأعضاء فرقته كمان هيكون معانا إن شاء الله خلال الويك اند القادم مصرحية لموسم الرياض بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهي البنك سرئولي الفنان أشرف عبدالباقي وكريم محمود عبدالعزيز بالإضافة لأسقس وبعض الفنانين المميزين كمان معانا مصرحية مميزة لبعض الشباب وهي اسمها دكان أحلام يعني مستمرين برضو وزارة السكافة طبعا على دورهم المميز على بطول الممشى السياحي وفي كل أماكن مدينة العالمين بصراحة من ألعاب للسرق القومي ومن فرق مميزة ومنوعة ومختلفة من كافة محافظات مصر للفنون الشعبية والفلكلور كمان معانا دور كبير للسيدات يعني انطلق مؤخرا انطلق مؤخرا وهي دوري أبطال الساحل للسيدات لإكتشاف مواهب السيدات في الكرة النسائية يعني دي كانت أبرز وأميز الأشياء هنا في أو الفاعليات هنا في مدينة العالمين وعودة لحضرتك أستاذ إمام من جديد في الستوديو شكرا جدا الزميل العزيز نور إبراهيم مراسل سي بي سي من العالمين الجديدة وفيته كافية شكرا ليك وإحنا طبعا أكيد هنتابع مع مراسلين على مدار الساعة لأنه المهرجان مستمرة على مدار الساعة وبيبقى فيه في نفس الوقت فيه أكتر من فعالية فيه أكتر من مكان في نفس المدينة العالمية الجميلة درة البحر الأبيض المتوسط خديق